شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين أهل البيت صلوات الله عليهم كرماء جداً وكرمهم شعبة من كرم الله تعالى والله تعالى منح أهل البيت الولاية التكوينية نخاطب سيد الشهداء صلوات الله عليه بقولنا إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم بعض الأفراد إذا طرحت عليهم فكرة الولاية التكوينية لأهل البيت وللنبي الأعظم صلى الله عليه وآله ربما يواجهون ذلك بالإنكار أو بالتعجب ولكن لا يوجد هناك أي مجال للإنكار أو للتعجب الولاية التكوينية بمعنى آخر الله تعالى أعطاها لكل واحد واحد مننا الآن أنتم كل واحد منكم الله منحه نوع من أنواع الولاية التكوينية ولكن بمعنى آخر ولكن بشكل آخر الله تعالى الآن أعطاكم الولاية التكوينية على أن تحركوا يدكم ما هو الفرق بينكم وبين الرجل المشلول ما هو الفرق الفرق أن الله تعالى ما أعطى للمشلول ولاية التكوينية على يده يده موتحت اختياره وموتحت هيمنت ولكن الله تعالى بفضله أعطى كل واحد منا هذه الولاية إذن أنتم لكم ولاية تكوينية لكن في حدود ضيق فما المانع أن الله تعالى يعطي لأهل البيت ولخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله الولاية التكوينية بحدودها الوسيعة على كل حال أهل البيت كرماء جدا والله تعالى أعطاهم كامل القدرة يجب علينا أن نحاول أخذوا ما يؤملون إن شاء الله أنتم أيضا تعودون وقد أخذتم ما تؤملون وفوق ما تؤملون بإذن الله تعالى إذا أردنا أن نحلل طبيعة الأعمال الإرادية التي تصدر منا نحن البشر ونلاحظ المراحل التي تمر بها هذه الأفعال الإرادية نجد أنها تمر بمراحل أربع المرحلة المرحلة الأولى مرحلة التصورات ومعنى التصور أن العقل يتخذ وضع المواجهة مع المجهول أحيانا العقل لا تكون له مواجهة مع المجهول مثل هذا الجدار الذي يقع خلفي ولا أشاهده ولكن عندما أقف أمام الجدار أتخذ وضع المواجهة العقل أيضا له هذه الحالة تارة يتخذ وضع المواجهة مع المجهول فيتحول المجهول إلى معلوم وتارة لا يتخذ وضع المواجهة بعد هذه المرحلة تأتي المرحلة الثانية وهذه المرحلة الثانية هي مرحلة التصديق بالفائدة وإذا أردنا أن نعبر بلفظة أوضح نعبر بلفظ الاقتناع ربما هناك شيء يخطر على بالكم ولكنكم لا تقتنعون به فلا تندفعون النحوة بعد هذه المرحلة الثانية يأتي دور المرحلة الثالثة وهي مرحلة الإرادة الشيء الذي تصورتموه واقتنعتم به تحدث في داخلكم حالة نعبر عنها بالإرادة تريدون تريدون أن تحقق ذلك الشيء هذه الإرادة تمثل نوع من أنواع الأفعال النفسانية بعد هذه المرحلة الثالثة تأتي المرحلة الرابعة وهي حركة العضلات نحو المطلوب بعد التصور التصديق بالفائدة الإرادة تندفعون نحو إتيان ذلك المطلوب ونحو التحقيق ذلك المطلوب هذه هي المراحل التي لا بد أن يمر عبرها كل عمل إرادي نقوم به الثقافة لها دور مهم جدا في كل مرحلة من هذه المراحل الأربع من الذي يخلق التصورات في الأذهان الثقافة من الذي يخلق القناعات في النفوس الثقاف من الذي يشحذ الهمم ويحرك الإرادح الثقاف من الذي يساهم في حركة العضلات نحو المطلوب الثقاف إذن في الواقع نتمكن أن نقول إن الثقافة مبدأ كل شيء ومبدأ كل حركة الذي يذهب إلى المسجد لماذا يذهب إلى المسجد لأن يحمل ثقافة معينة الذي يذهب والعياذ بالله إلى المخمر لماذا يذهب إلى المخمر لأنه يحمل ثقافة أخرى المرأة المحجبة لماذا تتحجب لأن عدها ثقافة معينة ثقافة الحجاب المرأة التي لا تتحجب لماذا لا تتحجب لأن معدها ثقافة الحجاب غالبا أكو هناك أفراد معاندين ولكن المعاندون قل لح أغلب الأفراد إنما يتخذون موقف معين أو لا يتخذون موقف معين لأن قناعتهم تقودهم إلى ذلك الموقف ولذلك العمل الثقافي والثقافة لها دور جدا مهم من الممكن في نظرنا أن العمل الثقافي لا تكون له قيمة كبيرة ولكن في الواقع الثقافة لها الدور الأكبر في جميع الحركات التاريخي أذكر لكم هنا كلمتين الكلمة الأولى هناك كتاب أوصيكم أن تأخذوا هذا الكتاب وتطالعوا هذا الكتاب كتبه مجموعة من علماء الغرب أكثر من عشرين واحد من كبار علماء الغرب الأساتذة في الجامعات الكبرى كتبوا هذا الكتاب وعرب هذا الكتاب إلى اللغة العربية تحت عنوان الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب طبعا لا نوافق على كل ما في هذا الكتاب وهو لا ينظر المؤلفون لا ينظرون إلى الإمام الصادق كإمام يقولون الشيعة يعتقدون أنه كان إماما مرتبطا بالغيب ولكن نحن نعتقد أنه كان رجلا عبقريا من قمم عباقرة البشرية على كل حال الكتاب عليهم مؤاخذات وعليهم ملاحظات ولكن مع ذلك كتاب نافع جدا في هذا الكتاب هناك كلمة لطيفة تقول هذه الكلمة لو أن الإمام الصادق بنى بنايات ومعاهد وعمارات لكان من الممكن القضاء عليها جميعا الحكومات الأموية الحكومات العباسية الحكومات العثمانية كانت تقضي بناية تهدمونها بالمعاول في القديم وبالسيارات المفخخة الآن ولكن الإمام الصادق بنى ثقافة طبعا هذه الثقافة هي الثقافة التي بناها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله النبي هو الذي وضع بذرة الفكر الشيعي هو الذي قال يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون ولكن ما أتيح المجال لأهل البيت إلا في تلك الفترة التي عاشها الإمام الباقر والإمام الصادق صلى الله عليه لأن كانت فترة التحول مثل الفترة التي الآن عدكم بالعراق الآن فترة التحول هذه الفترة جدا مهم مع كل المشاكل ولكن هذه فترة يبنى عليها هذه فرصة قد لا تتاح في المستقبل لكم وللمؤمنين فترة التحول فترات التحول في التاريخ جدا مهم الإمام عاش فترة التحول وتمكن أن يظهر هذه الثقاف الآن تمر على وفاة الإمام الصادق صلى الله عليه أكثر من ألف عام ولكن هذا الصرح الثقافي الذي بناه هذا يتحدى الأعاصير الفكر الشيعي الثقافة الشيعية ثقافة قوية صلبة لا تجدون لها مثيلا في أية أمة أخرى الحكومات الحكومات فعلت كل شيء ولكن لم تتمكن أن تقضي على هذه الثقافة هذه الكلمة الأولى الكلمة الثانية ذكرها المرحوم الوالد رحمه الله في الفقه راجعوا المجلد 105 من الفقه يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان له على بعض الأقوال التاريخية عشرين ألف تلميذ كانوا يتلقون ثقافة أهل البيت الثقافة الأصيلة عشرين ألف تلميذ وأربعمائة من تلاميذ الإمام الصادق صلوات الله عليه وبتحريض الإمام الصادق الإمام كان يحرض العيمة كانوا يحرضون عندنا في الحديث الإمام يقول لأحدهم أكتب وبث علمك في إخوانك أهل البيت كانوا يحرضون على الكتاب وعلى نشر الثقافة أكتب وبث علمك في إخوانك أربعمائة فرد من تلاميذ الإمام الصادق صلوات الله عليه كتبوا كتبا ومن المعروف أن واحد من هؤلاء التلاميذ وهو جابر ابن حيان كتب ألف كتاب واحد من تلاميذ ثم يقول الوالد أنه إذا أحصينا ما كتبه تلاميذ الأئمة من الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى الإمام الحادي عشر صلوات الله عليه الإمام الحج كتب الثقافي الإهتمام بالفكر إذا وجدنا هناك إنحراف هذا هذا معناه أن هناك مشكلة في عملنا الثقافي الآن الإنحراف يملأ العالم ليش هذا الإنحراف أكو هناك مشكلة معرفية قلت هناك أفراد معاندون المعاندون خلوهم على جانب لكن بقية البشر لماذا لا يأتون إلى النور أكو واحد عند عداء وي النور كانت هناك شموع قديمة شايف فيها أكو واحد يقنع بالشموع القديمة ويترك هذه المصابيح الكهربائية أكو واحد هالشكل يقول أنا ما أريد الكهرباء ما أريد المصباح الكهربائي إذا واحد قال ذلك لأن عنده مشكلة في المعرفة لا يعرف أنه هناك مصباح كهربائي أغلب البشر في بلادنا في بلاد الشرق في بلاد الغرب عندهم هذه المشكلة أنا قلت لبعض الإخوة كم كتاب رأيتم كتب حول الحجاب كم كتاب شايفين شايفين مائة كتاب حول الحجاب أنتو أنتو مثقفين تشتغلون في المجال الثقافي شايفين مائة كتاب حول الحجاب شايفين عشرين كتاب حول الحجاب الآن عدكم الفتيات الجامعيات في العراق وفي العالم الإسلامي كله وفي العالم كله من احتاج إلى إقناع هذه الفتاة بفكرة الحجاب القوة أمدها محدود السيف والصوت إلى أمد الآن امتعيشون بدايات عهد الانفتاح القوة لا تجدي القوة لها أمد الشيء الذي يبقى هو الإقناع والفكر كم كتاب أعطينا للفتيات الجامعيات حتى نقنعهن بفكرة الحجاب أكو هناك مشكلة في المعرفة كانت هناك عندكم في العراق رابطة يقال لها رابطة النشر المرحوم المرحوم السيد محمد كاذا رحمة الله عليه كونها قائل قضية قبل حوالي أربعين أو أكثر كانت تهتم هذه الرابطة بنشر الفكر وتنشر كتب كانت تأتي رسائل إلى هذه الرابطة رسائل تهنئ في أيام عشوراء من بلادنا الإسلامية ما أذكر الأسماء نهنئكم بعيد الظفر وكنا عيد الظفر يعني يوم عشوراء يوم قتل سيد الشهداء شهادته عيد الظفر هذا مسلم يكتب هذه الكلمات مواحد يهودي ونتمنى لو كنتم حقيقة يكتب تهنئ حقيقية ونتمنى لو كنتم معنا هنا لتروا الطوابير البشرية على محلات الحلويات يشترون حلويات عيد الانتصار عيد الظفر السيد محمد كاظم فكر أن يكتب كتيب فكتب كتيبا عنوانه فاجعة الطف لعله شايفين وطبعت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سبعين ألف نسخة وأخذوا يبعثونها إلى الآفاق إلى البلاد المختلفة بعد ذلك وفي مقدم تكاتب السيد محمد كاظم أنه العجيب أن بعض المسلمين يتخذون هذا اليوم الذي قتل فيه سبط النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يتخذونه يوم الفرح وسرور عقدهم يخلوا في يوم عاشرة أو ليلة عاشرة زواجهم يخلوا يوم عاشرة أو ليلة عاشرة بعد هذا من العام القادم كانت الرسائل تأتي نشاطركم العزاء بيوم عاشرة وبعضها كان ملون باللون الأسود أطراف المكاتب الرسائل وبعضهم كتب كانت نساء بعض قبائل في يوم عاشرة يأخذون الخزف ويدمون وجوههن في يوم عاشرة ويقولون قتل ابن الرسول وما غسلوه ولكن ما يعرفون يعني شنو موروث تاريخي بعض نساء القبائل يدمون وجوههن بالخزف ويقولون قتل ابن الرسول وما غسلوه ما يدرون شنو الآن افتهمنا يعني شنو قتل ابن الرسول حقيقة هذه مو ظلامة أن الأفراد ملايين الأفراد يجهلون الإمام الحسين هذا ذنب من هذا ذنبنا ما أخذ الله على الجهال أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا العلماء أنتم أنت كلكم علماء تعلمون أين وكيف يعرفون ما هو الطريق إلى المعرفة أستاذ في جامعة إحدى البلاد الإسلامية لاحظوا هذه القضية كتب أنه أنا أستاذ في الجامعة الكذائية وقد وصلني من أحد تلاميذي كتيب حول شيعة أهل البيت أنا ما عندي معرفة بالشيعة وقرأت هذا الكتاب وأريد منكم المزيد أريد أعرف أكثر حبذ لو تبعثوا لي الكتب الضخمة الرابطة بعثت بعض الكتب الكبيرة لهذا الأستاذ الجامعي بعد فترة جاءت الرسالة من ذلك الأستاذ الجامعي يقول في هذه الرسالة لقد كنا ننظر إلى علي ابن أبي طالب نظرا شزرا مثل واحد ينظر والعياذ بالله إلى قاتل شلون ينظر إليه نظر غضب وكنا نرى أن لا حق لعلي ابن أبي طالب في الخلافة بأي حال من الأحوال يعني مؤول ومو رابع أيضا وكنا نعتبر أنه هو الظالم الأكبر هذا واحد مسلم يكتب هذا وآلآن بعد أن وصلت كتبكم عرفنا أنه المظلوم الأول وأنه الخليفة الأول وما ذنبنا إذا كنا نتلقى علومنا من أعداء علي ابن أبي طالب دا شوفون أعداء علي ابن أبي طالب صلوات الله عليهم ماذا يفعلون في العراق الذبح على الهوية يقول اشتم أمير المؤمنين وإلا نذبحك هؤلاء الأعداء دا يغذون بالثقافة بالفكر العلام الأمين رحمة الله عليه ابن ينقل عنه يقول في الأيام الأخيرة العلام الأمين مؤلف الغدير يقول في الأيام الأخيرة من حياته قلت لوالدي العلام الأمين ما هي أمنيتك قال أمنيتي أن يعطيني الله سبحانه وتعالى عمر طويل وأجلس في خيمة وأبكي إلى آخر عمري على مظلومية أمير المؤمنين هاي مو مظلومية حقيقة حقيقة إحنا لو بكينا إلى آخر عمرنا على مظلومية أمير المؤمنين لكان قليلا منه يرفع هذه الظلام الحقيقة مسؤوليتنا ضخمة في هذا المجار مو كتاب وكتابيين وآلف وآلف ملايين الكتب مليارات الكتب نحتاج إليها قبل يوميا تقريبا نشروا أنه خمسة وأربعين واحد من القساوس المسيحيين يعني عالم دين أعلنوا إسلام وتشهدوا الشهادة خمسة وأربعين واحد لأنه أذهلتهم روعة بعض التشريعات في الإسلام الإسلام جدا لطيف تشريعات جدا لطيف قبل يوميا تقريبا نشروا أنه في أستراليا القارة الأسترالية رغم كل التضييقات هناك تضييق الآن على المسلمين في بلاد الغرب محاولة مح لهويتهم خالع حجابهم في بعض الدول الأوروبية الآن يردون يخلعون حجاب المعلمات المسلمات إما اخلع الحجاب أو فصل عن الوظيفة حرب تشويه الأياد اليهودية اليهودية العالمية كلها دخلت في حرب مع المسلمين مع شيعة أهل البيت مع ذلك التقارير المنشورة تقول يوم بعد يوم الإسلام ينمو في القارة الأسترالية واحد منهم كان قايل أنه بعد أحداث التفجيرات المعروفة تملكني فضول أنه أعرف من هم المسلمون ما هو الإسلام ودخلت في الجيش لأقاوم المسلمين أحاربهم ذول أعداء ثم بعد ذلك أخذت الإنجيل يعني الإنجيل كان معي أقرأ الإنجيل الإنجيل لا يقنع تساؤلات الحائرة التي تحملها الفطرة الإنجيل الفعلي ما إلى جواب عليها حيرة وحيرة الضلال في زيارة الإمام الحسين نقر ليستنقذ عبادك من الجهال وحيرة الضلال حيرة يقول الإنجيل هو الذي دفعني إلى الإسلام أخذت القرآن الكريم أقرأ القرآن وجدت فيه الضالة فأعلنت إسلامي الإنجيل يدفعك إلى القرآن لكن بشرط أن يكون القرآن في متناول يده أن يعرف ما هو القرآن الحقيقة مسؤوليتنا الثقافية كبيرة في هذا المجال خطواتكم كلها مشكورة وشكر أمثالي لهذه الخدمات لهذه الجهود لهذه الأتعاب لا يعني شيئا إن شاء الله الله هو الذي يشكر هذه الخدمات وهذه الجهود من صفات الله سبحانه أنه شكور ولكن يجب أن نعرف أن التحدي كبير وأننا يجب أن نضاعف نشاطنا وعملنا مئات المرة أشير إلى نقطة أخرى وأختم بها الموضوع إحدى الأشياء المهمة ثقافة التعايش أن تكون عندنا ثقافة التعايش أن ننشر في المجتمع ثقافة التعايش حتى إذا أكو اختلاف في الأذواق اختلاف الأذواق طبيعي أخوان في بيت واحد أذواقهم مختلف توأمان أذواقهم مختلف شايفين بعض التوائم أذواقهم مختلف قد يكون كذلك اختلاف الأذواق طبيعي ولكن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية أن تكون عندنا ثقافة التعايش أن ننشر في المجتمع ثقافة التعايش أن نحاول إذا شبه هناك حريق في المجتمع أن نحاول إطفاء هذا الحريق أبو حنيفة مو هذا أبو حنيفة المشهور أبو حنيفة سائق الحاج يقول كان بيني وبين صهري خلاف ومن شاء الخلاف قضية مالية الشيطان بالنتيجة من نقطة يجب أن يحرك نقطة التحريق قد تكون قضية مالية أو قضية أخرى بيني خلاف فمر بنا المفضل ابن عمر ويبدو أنه لعله هكذا يبدو من الرواية أنه كان يتنازعان علنا حتى إذا عدكم نزاع بالغرفة المغلقة قعدوا واحد ليدول نزاعات خلاف أكو بين زوج وزوج قعدوا وحدكم بالغرفة حلوا خلافكم أما أنه دخلوا العشيرة والآب والأوم والعائلة ليست منهجية صحيحة تدويل الخلافات قضية خطرة تخرج من إيدنا يقول فمر بنا المفضل ابن عمر قال شن القضية قلنا اختلاف عدنا على قضية مالية قال تعالوا رحنا إلى بيته فأعطانا أربعم درهم أربعم درهم يعني أربعين دينار أربعين دينار يعني أربعين مثقال ذهب أربعين مثقال شرعي يعني كل مثقال شرعي 18 حمصة وزنها مبلغ ضخم أربعم درهم أعطانا وحل المشكلة بعدين قال لنا هذه الأموال مو أموالي هذه الأموال أموال الإمام الصادر صلوات الله عليه أعطاني أموال قال كلما وجدت خلافا بين مؤمنين فأصلح بينهم أكو أفراد يغذون الخلافات الاجتماعية يكونون حطب للخلافات الاجتماعية حتى إذا أكو اختلاف الآن مو وقت الآن في مرحلة التحول أمام هذه التحديات الكبرى الأعداء المتربصون الذين شعارهم لا تبقوا لهم عامر دار ولا طالب ثار ولا نافخ نار إبادة كاملة شفتوا في قضية الكاظمية منطقهم ومنهجهم عامر الدار يعني الرجال نافخ النار يعني النساء طالب الثار يعني الأطفال هذا منطق الحروب العشائرية القديمة إبادة شامل الآن موقع المسلمون كانوا يحكمون الأندلس حكام كان وشهدت الأندلس فرديناند هذا الحاكم الجبار اجه وقضى عليه أمة متشرذمة جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كل حزب بما لديهم فرحون كل واحد يحارب الثاني ما تتمكن تقاوم هاي الأمة اجه أخذ الحكم بعدين نفس هؤلاء الملوك المتحاربين قادهم كالعبيد القسيس المسيحي أفتاب بأن جميع المسلمين يجب أن يقتلوا جميعهم رجالا ونساء وأطفالا حتى الأطفال وقتلوهم جميعا ومجموعة منهم أحرقوهم كان أكو عالم من العلماء يقال له الشيخ جواد الملكي هذا كان في النجف طبعا هو من أهالي إيران يقول كان لنا أستاذ في الأخلاق عاميا أنا أدرس عنده في يوم الأيام قلت له شيخنا أنا ما وصلت إلى مكان بعد هذين العامين قال شنو اسمك قلت ما تعرفني أنا أنا تلميذك عاميا التلمذ عندك أنا الشيخ جواد الملكي قال شنو قرابتك وي الجماعة الكذائية قلت هؤلاء أقربائي وانتقدتهم كانت بينه وبينهم كدورة تكدر اختلاف مقاطعة قال بداية الطريق الطريق أو الطريق أن تصلح فيما بينك وبينه ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ونقرأ هذا الدعاء هذا القلب المليء بالأحقاد هذا ما يمكن يعرج إلى الله سبحانه وتعالى قلب يجب أن يكون نظيف قلب النظيف واحد هم آخرته مؤمنة هم دنيا مؤمنة هم كل واحد يعيش الأحقاد والعدوات والخلافات يدمر آخرته ويدمر دنيا بالليل ما يتمكن ينار قال الطريق أن تصلح فيما بينك وبينه ثم قال له تعليم جدا شاق فكر الآن عندك عدو ولعله يكون هو المقصر قال الطريق أنه غدا تضع أحذيتهم أمام أرجله نقدر لو الشيطان جدا قوي إذا عندك عداوية واحد واحد من اغتابك أهانك تشوفه بالشارع تعرضه بوجهك أو لا تبدأه بالتحية إن الشيطان ينزغ بينهم تحريك شيطان شغل تحريك أظهر إثارة الفتاة إثارة العدوات إثارة المشكلات وقفه إحنا من يحتاج إلى عمل يقربنا إلى الله سبحانه فالعمل ضخم شنو هو العمل الضخم امرأة كانت تقول زوجي يغلمني كذا كذا خواية دأسة على حقوقي قلت لها متى تحتاجين أنت إلى فدع عمل ضخم عند الله سبحانه واعبر يتجاوز هذه الحالة نقدر يقول أنا بكرة جيت هذا الشيخ جواد الملكي أولئك الأعداء الأقرباء دخلوا وعندما أرادوا أن يخرجوا أخذت أحذيتهم ووضعتها أمامهم فوجئوا حقيقة مفاجئة وانتهت العداوات بكلمة بموقف ثقافة التعايش منهجية التعايش منهجية إطفاء الحرائق الاجتماعية هذا من أهم الأشياء التي نحتاجها في هذه المرحلة نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة كريمة أهل البيت صلوات الله عليها وببركة الإمام الرؤوف الإمام الرضا صلوات الله عليهم أن يطهر قلوبنا وأن يدفع شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار عنكم وعن المؤمنين في العراق جميعا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين هدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهات فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر